طائرة مساعدات إنسانية وهي إماراتية إلى مطار كابول ينضم إلينا مرسلنا فضل القاهر قادي من كابول ويوفينا بمزيد من التفاصيل حول أول كما ذكرنا فضل أول طائرة طائرة مساعدات إنسانية في إطار أيضا الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الشعب الأفغاني على المستوى الإنساني نعم في الواقع كما ذكرت بالفعل قد وصل أول طائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة على أرض مطار كابول طبعا هذا الطائرة يحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية طبعا هذه أول طائرة في الواقع تصل طبعا يعتبر هذا جسر جوي حقيقة بعد الانسحاب الأمريكي من مطار كابول ولذلك تم استقباله من قبل المتحدث باسم المسؤولين في الحركة الطالبان الذين حضروا بالفعل وقاموا باستقبال الذين جاءوا من الطائرة وتحدث المتحدث باسم المطالبان بأننا نشكر دولة الإمارات على وقوفها مع شعب الأفغاني اليوم الأزمة الإنسانية لربما ستكون على قائمة الأولويات بالنسبة لأفغانستان هل يتوقع أن تكون هذه مقدمة لأصول ربما طائرات مساعدات أيضا جديدة أو أخرى خلال الأيام المقبلة هل من معلومات متوفرة لديك؟ نعم بالفعل أنا قد تحدثت مع أحد المسؤولين هنا في المسؤولين الإماراتيين الذين كانوا موجودين في المطار قالوا لي بأن هذه المساعدات أول دفعة وأن ستكون هناك رحالات أخرى ستصل على مواد غذائية وطبية ستصل إلى أفغانستان فاضل أود أن أستعلم منك أكثر على وضع المطار في بعض وصول أول طائرة كما ذكرنا إماراتية وكان في بعض المعلومات تحدثت عن عودة لربما أو انطلاق أول رحلة داخلية ولكن لشركة طيران الأفغانية كيف يمكن أن نصف وضع المطار أيضا اليوم؟ نعم في الواقع هنا يوجد شركة شركة غاك هذه شركة تتشركة إماراتية في الواقع هي تعمل منذ سنة في الواقع فيما يتعلق في تشغيل والمناولة في مطار كابل وبالفعل وقد تحدثت مع أحدهم قال بأنهم الآن بدأوا في ترميم وخاصة وتقييم ما لاحق بالمطار خاصة من أضرار وأنهم بدأوا الآن في أنهم مستعدون حقيقة لتكون المطار مهيئة للطيران المدني في المرحلة القادمة وبالفعل الآن هناك الأعمال تجري على قدم وساق في مطار كابل وهناك أنبات تتحدث أنه ستكون هناك رحلة أو رحلة مدنية بين مدينة كابل وإلى مدينة مزار شريف شكرا لك فضل القاهرة قادم ورسلنا من كابل